كشفت تقارير صحفية عن رغبة مفاجأة مفاجأة كده وصادمة للعالم كله النجم الأرجنتيلي ليونال ميسي نجم باريس سان جرمان بيفكر يعمل ايه؟ قولوا معايا كده يرجع للنادي برشلونة ازاي بعد الرحيل عن نادي برشلونة وينضم الزفوف باريس سان جرمان فبقاله أقل من سنة والناس كلها بتتكلم على فكرة الصفقة والحاجات وبعد 16 سنة وان ارتداء القميص قرر هو وبرشلونة اللي هو هيمشي وانضم الباريس سان جرمان في الصيف اللي فات في صفقة مجانية بعد فشل اخوان لابورتو رئيس بلورجانا في عملية تمديد عقده بسبب الأزمة الاقتصادية كلام كبير جدا جدا والناس بدأت تتكلم طب يا جماعة هل الكلام ده صح؟ هل ميسي عايز يرجع برشلونة؟ طب ولو عايز يرجع إلا ما شاء طب لما هو عايز يرجع دلوقتي مع نفس الفكرة طب هما عايزين يجيبوا لعبة تانية وعايزين يجيبوا صفقات تانية بفلوس تانية طب كما ميسي بقى خفض عقده خالص حتى لو كان حابب يقعد في برشلونة كلام كتير وتفاصيل كتير ولكن الكلام عن موضوع ميسي ليه أكتر من جانب وليه أكتر من معنى لو فعلا ميسي بشكل كبير عايز يرجع نادي برشلونة فده يدي معنى لأكتر من لعبة يدي للعبة كلها إن اللي انتك تروح لنادي بيدفع فلوس كتير أو تروح لنادي عنده استثمارات كبيرة ميسي عامل كل اللي هو محتاجه ميسي نجم كبير وكان في يوم الأيام بياخد أكبر رقم ممكن أي لعبة بياخده ولكن اسمك في نادي كبير في دوري كبير ده يديك يضفلك مع احترامي لبريسان جيمان ده اسم بقى كبير بقى كبير حاليا ولكن الدوري الفرنسي مش ميسي اللي يلعب هناك ما احترامنا يعني كبير جدا لنادي الدوري الفرنسي ولكن ميسي بيفكر يرجع بشكل كبير عندك مثال كريستيانو لف كتير جدا ولكن كل مكان كان بيروحه بيروح فرقة كبيرة في مكان كبير في دوري كبير فلسه هنشوف ايه اللي ممكن يحصل الفاترة اللي جاية مع اللي هو اللي هو لو يرجع برشلونة أكيد كل عشاءنا دي برشلونة تتمنى ده يقولك يا سلام يرجع مهما حصل يرجع والناس بتقول اني ميسي ممشيش بمزاجه وكان فيه أزمة ساعتها وبالطبع ما كانش يحب يمشي وشفنا كلنا الصور في مؤتمر الوداع بتاع ميسي والدموع اللي كانت موجودة والناس بعدها جابت صوره في باريس وقالوا الصفر حاني ازاي ما طبيعي يعني لازم يحتفل مع النادي الجديد اللي هو موجود حتى لو هو من داخله زعل لانا هنشوف اللاعم اللي جاية ممكن تكشف لنا ايه كما نشك كشف التقارير صحفية طالية عن انهاء نادي برشلونة الاتفاق مع الافواري فرانكيسي لعب وسط ميلا كان انضمام للفريق الكتالوني برشلونة ماشية جمع في صفقات ودي صفقه كمان انتقال مجانا اكد موقع فوتبول ايطاليا وعلى سوق حظ برشلونة ده اللاعب اللي بيلعب مع منتخب الافواري حاليا ده منتخب مصر واتصاب في الشوت الاول كيسي وخرج من اللقاء الفترة اللي جاية نادي برشلونة كمان بيفكر في صفقات تانية بيفكر في صفقات ما تكونش بمبلغ كبيرة ولكن تكون صفقات مفيدة بيفكر في صفقات ما يكونش سعر اللاعب مبلغ ضخم جدا ولكن عايز لعب يكون ليه اكتر منظر في الملعب يكون لعب سن ومتوسط مش كبير ويا سلام لو صغير ويقدر يكمل مع برشلونة في الفترة اللي جاية برشلونة بيبني للمستقبل وكل نادي بتيجي عليه التوقيت ده والفترة دي